اشتركوا في القناة هذه المحاضرة إلى تحقيقه هو بيان جذور التاريخية لتأسيس الكويت حيث تضاربت الأقوال حول هذا الموضوع ولحسن الحظ صدرت مغالات وأبحاث ودراسات رامت جميعها تصيد الضوء على نشأة الكويت ومن خلال قراءتنا لبعض مصادر تاريخ الكويت نجد أن للأوروبيين دور بارز في توثيق تاريخ الكويت الجغرافي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومن بين أقدم المصادر الأجنبية كما يقول بي جي سلوت في كتابه نشأة الكويت هي الخريطة التي رسمها الخرائطي البرتغالي لازارو لويس سنة 1563 والتي بيّن فيها تداريس جزيرة فيلكة التي كان يطلق البرتغاليين عليها إليا جاكوادا أي جزيرة الماء بالإضافة إلى وصف أرض الكويت في رحلة الرحالة الفرنسي جون ديتي بونو سنة 1665 وهو في طريقه من البصرة إلى مكة المكرمة وبالطبع لا ننسى أيضا المستكشف والخرائطي الألماني الدينماركي كاسل نيبور حيث نشر خريطة حملت اسم الكويت والجرين كأول خريطة أوروبية توثق اسم الكويت بلغة أجنبية في كتاب الألماني وصف أقاليم شف جزيرة العربية الذي طبع سنة 1772 وغيرهم من الرحالة الأجنب الذين وصفوا الكويت في كتاباتهم كآيفس وستوكلر وباكينجهام وكيرزن ورونكير وآخرون وبالطبع يجدر بنا أن نذكر إسهام الرحالة العرب في هذا الشأن وأخص بالذكر الحاج الدمشقي مرتضى بن علوان الذي سيكون له نصيب في هذه المحاضرة الذي مر بالكويت والجهراء في شهر يوليو سنة 1709 ميلادي حيث وصف هاتين المدينتين عمرانين مقتصاديا وهو أقدم دليل النصي حتى الآن لا نريد أن نطيل عليكم وكلنا شغف وفضول حول موضوع الليلة المعنوان إشكالية التأسيس في تاريخ الكويت بين النصي والوثيقة أما بالنسبة لضيفنا هذه الليلة وهو الدكتور عبدالله محمد الهاجري حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة درم ويشغل منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والبحوث والدراسات العليا في جامعة الكويت عمل سابقا رئيسا لقسم التاريخ في جامعة الكويت وله جوائز عدة منها جائزة الانتاج العلمي التي كسبها سنة 2018 وجائزة شوامخ المؤرخين العرب 2018 وأيضا جائزة دولة تشجيعية سنة 2015 وله أكثر من ثلاثين بحثا محكما ودوليا باللغتين العربية والانجليزية أذكر منها الكويت والدعوة الوهابية وموقف الشيخ مبارك تجاه تطور الدور الأمريكي في إراضي الكويت والكويت والسقوط عربستان قبل أن نرحب بضيفي الليلة أرجو من الحضور الكريم إغلاق الهواتف النقال خلال الساعة القادمة وأتمنى للجميع محاضرة ماتعة والآن سيداتي سادتي لنرحب بضيفنا الدكتور عبدالله محمد الهاجري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين حضور الكرام بداية إذ أشكر رئيس وعضاء مجلس دار الأثار الإسلامية لتاحة هذه الفرصة لألتقي بكم لناقش قضية من قضايا تاريخ الكويت المهمة قضية لا تزال مطروحة على ساحة هنا وهناك خصوصاً للمهتمين في تاريخ الكويت عنوان بحثي إشكالية التأسيس في تاريخ الكويت بين النص والوثيقة وبحثنا وتناولنا في تاريخ الكويت أو ذهبنا إلى قسم التاريخ في جامعة الكويت وسألنا عن تأسيس أو نشأة الكويت سؤال جداً بسيط متى نشأت الكويت أو متى تأسست الكويت رأينا اختلاف بين زملاء أعضاهي التدريس المؤرخين المهتمين في تاريخ الكويت هناك اختلاف بين الكل حول التاريخ تأسيس الكويت اختلاف الكويت ليست بذات القدم ليست سبعة آلاف سنة لكن لا زال الاختلاف موجود طبعاً أسباب هذا الاختلاف يرجع بداية لعدم وجود آثار تعود إلى تلك الفترة الحضارة المصرية الآثار موجودة كربون 14 أو حتى التوهج الحراري التقنية الجديدة التي بدأ باستخدامها والتي تعطي تاريخ دقيق أو تقريبي عن أي فترة يعود هذا الأثر أو ذاك في الكويت لا يوجد آثار تعود لفترة التأسيس أو النشأة لم تحضر الكويت أيضاً باهتمام المؤرخين العرب والأجانب لسبب بسيط إنها أظن فقيرة جداً كما لم تكن هناك مصادر عربية أو مصادر محرلية عاصرة النشأة كتبت في الانتقال لذلك في الغالب يكمل الاعتماد على التاريخ الشفهي من شخص إلى آخر وأنتم تعرفون تتغير من جيل إلى جيل ومن شخص إلى شخص لذلك اختلفت الروايات بهذا الشأن كما أيضاً كما أيضاً عدم ظهور أهمية الكويت عدم وجود مصادر محلية ولم تحظى الكويت في فترة من فترات ولكن المهم ظهور أدلة وأسانيت سبقتها أدلة ووثاق وأسانيت أقدم مما سبق ارتباكاً وتداخلاً بين السابق واللاحق حيث يرى البعض صحة موقفهم وماذا هو إليه من استنتاج وتحليل في حين يرى الفريق الذي اعتمد على ما ظهر لاحقاً خطأ وعدم صحة وصواب الفريق بمعنى 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 ظهور وثائق سبقتها ظهور وثائق أخرى وأصبح هناك اختلاف بين اللاحق والسابق حول هذا الأمر حول متى تأسست الكويت أو نشأت الكويت وأنتم قبل ندخل في صلب الموضوع أتمنى أن نحدد أو نعرف ماذا نقصد بالنشأ أو التأسيس اللغة العربية غنية جداً غنية بشكل لا تتصورون اللغة الروسية عدد المفردات فيها 130 ألف مفردة أو كلمة اللغة الفرنسية 140 ألف مفردة حتى اللغة الإنقليزية الغنية جداً الغنية جداً لا تتجاوز مفرداتها 600 ألف كلمة بينما اللغة العربية 12 مليون و 300 ألف كلمة ومفردة في اللغة العربية لذلك اللغة العربية غنية جداً بالمفردات قبل أن نتناول إشكاليتنا في إشكالية التأسيس والنشأ يجب أن نعرف ماذا نقصد بالتأسيس وماذا نقصد بالنشأ النشأ في معجم المعانئتها هي البناء من العدم وأنتم تعرفون وأنا أعرف أن أرض الكويت أرض العدان كانت أرض لبني تميم قبلية إياد لتميل عبد قيس وأيضاً بني خالد سكنها لفيف من البدو وصياد الأسماك بني خالد كانوا يجنون في هذه المنطقة إذن التأسيس في معجم المعانئ هو البناء على ما هو قام البناء على ما هو قام إذن نحن نبحث أساساً ليس النشأ نبحث عن تأسيس الكويت على ما هو قام ما هو موجود سنبحث عنه على ما هو قام إذن نبحث عنه التأسيس لو رجعنا لمصادر تاريخ الكويت عبد العزيز رشيد مصدر الأول في تاريخ الكويت والأهم عندما سأل لهذا السؤال قال ليس هناك ما تطمئن له النفس باختصار رجل كان صادق قال ليس هناك ما تطمئن له النفس بينما الشيخ يوسف العزيز جنائي قال لا نعلمه على وجه الحقيقة تأسيس الكويت لا نعلمه على كل الأسباب السابقة التي ذكرتها عدم وجود مصادر محلية عاصرة النشأ عدم وجود أي شيء مكتوب عن هذه الفترة كل ما هو موجود عندنا هو فقط روايات شفهية من جيل إلى جيل من شخص إلى شخص لذلك يجب أن نبحث لجب أن نعرفنا نبحث عن التأسيس ولا نبحث عن النشأ أيضا مهم جدا أنه كل المخرقين اللي كتبوا عن هذا الأمر بدوا يتحدثون عن النشأ بدوا يتكلمون في بداية حددوها ببناء الكوت أو بالهجرة أو باستيطان أو صباح أو باختيار صباح الأول كل كاتب بدأ يركز على بناء الكوت أو على الهجرة أو على الاختيار صباح الأول أو استغرار العتوب أنا أعتقد أنه إذا أردنا أن نحل هذه الأشكالية يجب أن نربطها بشيء واحد أي دولة تكوى مثلات أضلاع الأرض الشعب الحاكم الأرض موجودة منذ بدل خليقها نعرف أن بني خالد كانوا مستقرين نحن لا نبحث عنه الحاكم الحاكم الذي هو أول حكام الكويت لا نعرف في تاريخ الكويت أحد حكم الكويت غيرها الصباح لم يحكمها أجنبي عن القوم الذي أسسوها يقصد منه آ صباح هذا عبد العزرشيد لم يحكمها أجنبي عن القوم الذي أسسها وأيضا قال في مكان آخر أول من بنى بيوت حجرية هم آ صباح إذا نحن نبحث باختصار عن آ صباح متى حكموا هذه الأرض دعنا نرى المصادر ما كتبت طبعا أسباب الاختلاب من المورخي تدورها عن حجرة العتوب مثل ما قلت وبناء الكوت وقيام السلطة على يد أو صباح طبعا نرى المصادر ماذا ذكرت طبعا أهم التواريخ التي ذكرت طبعا تاريخ يورده متحة باشا والي بغداد في مذكراته يقول ونسلوا هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل خمسمائة السنة قد حضروا على هذه البقعة وهم جماعتهم من مطير هذا أقدم تاريخ حدد للعتوب للنشأ والأكيد أنه ما في معلومات تدعم هذا الرأي لذلك يتم استبعاد هذا التاريخ البحرين في التحفة النبهانية لمحمد بن خليفة النبهاني يقول بلغناها من سكان الكويت أن أسلافهم سكنوا حددها بسكن أرض الكويت عام 119 هجري واللي هو موافق 1611 هذا التاريخ الأقدم في تاريخ الكويت بينما الشيخ عبدالله الجرشيد أعطانا تاريخه 1688 ويعتقد أن هذا بناء الكوت أو 1713 مشير أنها أقرب للصواب وإن كان ربطها وقال هناك أقوال متضاربة في السنة التي أسس فيها الكويت أو قد السنة التي هبط لاحظوا هبط آل الصباح وآل خليفة وليس من تلك الأقوال ما يقطع بصحته أو تطمئن له النفس أو يزيل عنها ما يخالجها من ارتياب الرجل كان صادق الرجل قال ليس هناك ما تطمئن له النفس بينما ثاني مصدر محلي الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي في كتاب صفحات من تاريخ الكويت يقول والظهر أن الباني لهذا الكوت هو براك أمير بني خالد يقصد براك بن عريعد لأن براك سنة 1074 كان الأمير معناها أن الشيخ يوسف حدد الشيخ يوسف حدد التأسيس بالكوت ببناء الكوت رحنا للمصادر الأجنبية بحثنا في المصادر الأجنبية وجدنا رسالة طبعاً لفرانسواردون في فقالة عن عرب العتوب أعتقد أنه بـ 1820 تكلم عن العتوب وقال هو أول من حدد هذا التاريخ 1716 دخلت ثلاث قبائل عربية ذات شأن تجمعهم عوامل المصلحة والطموح في تحالف واستولت على بقعة من الأرض على الساحل الشمال الغربي من الخليج تسمى الكويت واتفقت القبائل على أن يمارس آل صباح السلطة وأن يشرف الجلاهمة على الملاحة ويتخصص آل خليفة في التجارة وحددها بهذه السنة أصبحت هذه السنة تستخدم بكثرة خاصة أنه ججل يورمر في دل الخليج في كتاب المشهور أيد هذا التاريخ لذلك أصبحت الهجرة بهذا التاريخ أبو حاكمة مؤرخ الكويت الرسمي أبو حاكمة يقول في عام 1752 تأسست الكويت وربطها بالحكم قليلين الذين يدركون أن نشأة الكويت تعود للجزء الأخير من القرن السابع عشر وأن حكم أصباح بدأ بهذا العام حددها في 1752 يعني أبو حاكمة حددها بالحكم شيخ يوسف بن عيسى الجنائي حددها ببناء الكوت فرانسس واردن لوريمر حددوها بالهجرة النبهاني حددها أيضا بالهجرة سكنة وغيرها من الأمر أنا أعتقد أن أحمد مصطفى أبو حاكمة هو أفضل من لم يكن الأفضل من بحث في الأرشيف البريطاني وحافظوا تاريخ الكويت بشكل ما تصورونه طبعا لجنة كتابة تاريخ الكويت أو كتابة تاريخ الكويت أعتقد أنها تعود جزء منها للشخص هذا الشخص هذا ما أخذ حقه من التكريم كان مدرس في الكويت ذهب إلى لندن واستطاع أن يحصل على قبول في ساوس سكول مع برناند لويس الصيوني المشهور أوكي إباك واستطاع أن يشتغل معه ويحدد عن شرق الجزيرة العربية ويحددها في البحرين والكويت قابل هناك شاب كويتي اسمه بدر خالد البدر بدر خالد البدر طبعا موارخ مشهور ولدور لما رجع كان قريب من الشيخ صباح الأحمد وكان أعتقد أنه أول وكيل وزارة الألان في مرحلة لاهقة طرح لها الفكرة فاتفقوا أنه يكتبون كتاب رسمي عن تاريخ الكويت يكون معتمد ما نعتمد على كتاب عبد العزرشيد والشيخ يوسف بن عيسى الجناعي اللي أغلبها ما اعتمد على الرواية الشبهية فاختاروا ليكتب تاريخ الكويت وبالفعل أصدر كتابه في 67 وقال أنه نشأت الكويت بهذه السنة 1752 والأمانة حاولت أبحث علي أساس أحمد مصطفى أبو حاكمة اختار هذا التاريخ اللي هو 1752 لكن بعضهم مريخين أو أغلبهم بدأوا يتخذوا أنه 1716 كانت هجرة العتوب العتوب في نقصدها الصباح الخليفة الجلاهمة العباء المؤسسين أنه العتوب هجرتهم كانت في هذه السنة وتم اختيار صباح الأول في 1752 الفراغ طبعاً ما لقنا لحل لكن تم اعتماد هذا التاريخ بشكل رسمي لتأسيس الكويت أنه خلاص أن الكويت تأسست وأنه ضعو الثالث تم حل عن طريق أحمد مصطفى أبو حاكمة لكن في عام 1977 تلقى عبدالله العثيمين رسالة من ألماني عن اكتشاف مخطوطة تسمى مخطوطة مرتضى بن العلوان أشار الله زميلي رحالة سوري من دمشق مزار مكة المدينة مر الاحساء ومر في طريق الكويت وكتب على فكرة ترى 29 صفحة مخطوطة كلها 29 صفحة وليست كبيرة فيها نصف صفحة كتب عن الكويت وكانت في 1709 تم تحديدها في 1709 يقول دخلنا بلداً يقال له الكويت بالتصغير بلد لا بأس بها تشبه الإحساء إلا أنها دونها ولكنها بأبراجها وعماراتها وأبراجها معناها أن الكويت تحل الوثيقة أنه في بيوت وفي أبراج الأبراج أعتقد أنها ما تنشأ إلا إذا كان في سور مصلحوا لي الأبراج ما تنشأ إلا إذا كان في سور معناها أنه في ميدينة نحن نتكلم عن 1709 1709 لاحظوا شوي أحمد مصطفى أبو حاكم حدد اختيار صباح الأول 1752 بينما الشيخ يوسف بن الشيخ عبد العزي رشيد لم يحكمها أجنبي عن القوم الذي أسسها طيب ما هل هناك خطأ أو لا؟ واضح أن هناك خطأ ويكمل دونها ولكنها بعماراتها وأبراجها معواضح أن السويسور تشابهها وكان معنا حج من أهل البصرة فرق عنا عن ضرب يقال له الجراء وفي الكويت إلى البصرة أربعة أيام وفي المركب يوم ونوح ذلك لأن ميناء البحر على كتف الكويت أما الفاكهة والبطيخ وغيرها من اللوازم يأتي من البصرة كل يوم في مركب تكلم أنه جلسنا يومين ونشينا قبل وصولنا على كل نار سفينة البحر ثلاثة أيام والمراكب ومسايرتنا والميناء على حدود البلدة من غير تأصيل وهذه البلدة يأتيها سائر الحبوب من البحر وغيرها لأن أرضها لا تقبل الزراعة حتى فيها شيء من النخيل ولا الشجر أصلا وأسعارها أرخص تكلم عن مدينة فيها سور فيها بيوت فيها ميناء وأرخص معناها شنو لازم يكون فيه حكم نظام حكم مستقر طيب نحن الآن عندنا مشكلة الصباح الأول تم اختياره عام 1753 هذه تسبقها بكم سنة لذلك صار عندنا صار عندنا فيه مشكلة لا لازم نرجع ونقول يا فيه أحد يحكم الكويت قبل آل صباح أوكي يا فيه أحد يحكم الكويت قبل آل صباح أو المعلومة هذه خاطئة اللي أعطانا هي أحمد مصطفى أبو حاكم أوكي بحثنا وجدنا وثيقة أخرى أعتقد أنه كشفت عنها واحد وثمانين لم يكن قبل هذا التاريخ وثيقة في الأرشيف العثماني شوف الوثيقة شكايلة يقول بخصوص ذلك أعلمكم أنه يوجد على شواطئ البحرين محل اسمه يوجد على شواطئ العجم محل اسمه البحرين يقوم العجم في هذا المكان بالتعرض الأهلي بأنواع الضغوطات والمعاملة السيئة ويهتم العجم بهذا المكان اهتماما باك وهناك عشيرتان تدفعاني لإدارة العشم العجم هما عشيرة العتوب والخلافات لاحظوا العتوب والخلافات زميلي مقدم قالوا أنه أقدم ذكر للكويت في مصطفى في رحلة مرتضى بن علوان الآن هذه الآن بدأت تتكلم عن العتوب في 1700 واحد وهي وثيقة غير عربية طبعا تركية الثمانية من أهل المذهب الشافعي سنة يسكنون مكان يقال له بندر ديلم وراح رويكم وين بندر ديلم وبدأ يتكلم عن خلاف بين العتوب وحلفائهم الخلافات وبين عشائر أخرى كلهم سنة اللي هم الهولة السبعة وعشائر أنه أدى إلى معركة وأنه المعرك يقوم بإطلاق النار على بعضهم إذا تلاقوا في عرض البحر وفي أحد الأيام قامت عشيرة الهولة مهاجمة عشيرة العتوب وقتلت منهم ما يقارب أربعمية واستولت على أموالها وهرب الناجون من العتوب إلى حلفائهم والخلافات لاحظوا الخلافات وليس آل خليفة فرق بينهم ثم اتفقت طرفان على أن العتوب والخلافات على أن ما حدث كان بسبب فتنة العاجم وقرروا أنهم يهاجرون بعد أن عاتوا في البحرين فسادا وراحوا إلى البصرة وكان عددهم ألفين بيت لاحظوا ألفين بيت وهم موجودين فيها وقد جاء إلينا مأموركم في البصرة بعض وجهائهم والتمسوا لأنفسهم طلب البقاء قالين أننا من أهل السنة وبدأ الوالي أو المسؤول عن البصرة يقول يجب أن يخصص لهم مكان وبدأ الوثيقة توصفهم يملكون 150 سفينة وهذا عدد كبير جدا 150 سفينة في كل سفينة اثنين أو ثلاث مدافع على متن كل سفينة ثلاثين لأربعين مسلح حدد كبير جدا بالبنادق عملهم هو نقل التجارة والبضاع بين المواني في المنطقة طبعا لما ظهرت هذه الوثيقة صوت أزمة على الساحة لسيء بسيط أنه ألف وسبعمائة واحد تتكلم هذه الوثيقة عن وجود العتوب في بندر ديلم هذه بندر ديلم لاحظوا مقابلة الكويت هذه بندر ديلم أنه في 1701 أن العتوب كانوا حلفاء في هذه المنطقة صوت لنا مشكلتين مشكلتين أنه أنه تأسيس الكويت يجب أن يكون بعد 1701 لأنه كانوا في 1701 كانوا موجودين في ديلم الشيء الثاني أنه طوال تاريخنا طوال تاريخنا لنعرف أن العتوب من هدار إلى قطر إلى المخرق إلى الصبية لنستقرر في الكويت هذا موروثنا أنه العتوب أتهم من نجد الآن لما ظهرت هذه الوثيقة قالت أنهم بندر ديلا سوت أزمة والأمانة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والأكثر أمانة أنه بسبب أنه قسم التاريخ ومركز البحث والدراسات الكويتية وغير من المختصين بهذا الآن سكتوا عن هذه الوثيقة ما أجاوب عليها حتى أنه الدكتور يعقوب الغنيب قال إنه ما هي صحيح ما هي صحيح إنه هذه الوثيقة ما هي صحيح لذلك رفضنا يعلق عليها رئيف رئيس الأرشيف الهولندي بيجي سلوتش قال هذه الوثيقة فيها شيء غير سليم وبدأ ينكرها ميمون الصباح قالت إذا صحت فهي تؤكد على أن مجي الشيخ صباح الأول للعثمانين بعد استقرارهم بالكويت لأخذ الأمان بدأوا يشككون حتى ما هي الخليفة تقول إنها غير مهمة وتحوي على مقارطات تاريخية طيب تعوي على مقارطات تاريخية تم مهمال هذه الوثيقة شيء اللي حصل بعض المهتمين بالشأن التاريخي بدأ يبثون ويتخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يقول باختصار إن العتوب أتوا من الساحل البر الفارسي وهذا ما يعيبهم طبعا إنهم أتوا من الساحل الفارسي لكنه يخالف لموجود عندنا في كتبنا إنهم أتوا من ولذلك بدأت تنتشر انتشار كبير جدا لجب أن يناحد يناقش هذه الأمر وأيضا إنهم التأسيس شيء اللي صار تم الكشف عن وثيقة أخرى تعود لسنة 1772 صاحبها طبعا العلامة يوسف بن أحمد البحراني مشفور بالدارزي اسمها لوقت البحرين تعود طبعا لألف وسبعمائة وثنين يقول في مذكراتها طبعا يقول لما كنت طفل في عام 1701 نفس فترة الوثيقة العثمانية يقول في عام 1701 وقعت الحرب بين الهولة والعتوب يعني قاعد يؤكد وجود هذه المعركة قاعد يقول باختصار أن المعركة صارت أوكي لذلك تم تأكيد هذه الوثيقة العثمانية الوثيقة العثمانية صحيحة 100% أوكي وانكسرت البلدة أكابر وأصاغر حتى كسر الله العتوب بعد فترة حاول الخوارج لهم العتوب الاستلاع على البحرين وقاموا بمهاجمتها ثلاث مرات فشلت محاولتهم الأولى والثانية وبعد سنة وبالثالث قاموا بحصار البلدة لتسلطهم على البحر حيث أنها جزيرة حتى أضعفوها أضعفوا أهلها وفتحوها قهرا وكانت واقعة عظمة وداهية دهما لما وقع من عظم القتل والسلب والنهب وسبك الدماء أخذوها ومن أهلها وبدأ يتكلم عما حدث طبعا هذا مكتوبة طبعا هي في 1750 تقريبا أعتقد 1772 بس أنه يتكلم عن فترة اللي ساهجم فيها العتوب نفس فترة الوثيقة معناها أن الوثيقة صحيحة 100% معناها أن الوثيقة باختصار الوثيقة صحيحة في المئة الآن نحن عندنا مشكلتين نرجع للمشاكلنا الرئيسية يعني ما هي مشكلة أناسف أنه الآن رجعنا إلى النقطتين اللي هي اللي هي أن العتوب قدموا منبندرديلة وأن الكويت تأسست بعد عام 1701 خلنا نشوف العتوب هل هم منبندرديلة ولا لا لأنه كل موروثنا أنه ما هم منبندرديلة رشيد يقول كان راح هناك أما الشيخ يوسف بن عيسى الجناي يقول كانت هجرتهم إلى الكويت بالتدريج لأنهم لما تركوا قطر تفرقوا في البلاد منهم من سكن بلاد فارس يعني العتوب راحوا للبلاد فارس ومنهم من سكن كيش ومنهم من سكن الصبية ومنهم من سكن عبدان والمخراق ثم أخذوا يتوافدون على الكويت وتبعهم خلق كثير وغيرهم من عرب وعاجم يعني المصادر أيضا لا تنفي أو لا تنفي وجودهم على الساحة الفارس طيب خلنا شو مصدر أجنبي طبعا سيمرزق الشملان سكنهم في جزيرة قيس التابع ليران وقال أنهم وقال منهم من قصد سواحل الفارس طبعا وثيقة لهايدن داق ضارت في 79 ما تكون عشان شوف هالعتوب موجودين في بندر ديلم ولا لا انتهون تقل وثيقة ينتهي جون جنابي بحافة بنج التابع إلى يقع خلفها بندر ديلم وبدأت في وصف سكان بندر ديلم وهي المستوطنة عربية اللي عشيرة تسمى الخلافات الخلافات اللي وردوا في الوثيقة نفسها التي لا تزالت تدين بدينها وتحافظ على تقاليدها وهم فقراء يعيشون من الملاحة والغوص والغوص على اللؤلو وبدأت بتحديد الشيوخ وهم الشيخ غنام والشيخ طرعان والشيخ حامد وما أشارت إلى العتوب ما أشارت إلى العتوب إذن باختصار وهذا تفسير يعني يحتمل الخطأ يحتمل الصوت إنه الخلافات كانوا موجودين في بندر ديلم العتوب كانوا موجودين في الكوت أو في القرين في هذه المنطقة تحالفوا الثنين هجموا على البحرين عاثوا في البحرين فساد دمروها على حسب يوسف الدارزي هربوا منهم لأن البحرين تدعمهم بلاد فارس فهربوا إلى الدولة العثمانية التي تمثل الإسلام السنية أنا ذاك وقالوا أتينا طلبا لي الأمان والسلطان العثماني وحتى السلطان العثماني يقول يجب أن نحل هذه المشكلة لأن التجارة راح تتأثر وأنهم جاي يقول إحنا أهل السنة والجماعة ورفضنا أهل البحرين وأن الشياء غير ولذلك لاتينا للسلطان وخليفة المسلم يطلب الأمان ودولة العثمانية تحل هذه المشكلة وطلبت عدم تسكينه إلا أن يتم حل هذه المشكلة لما انتهت هذه المشكلة بدليل لما انتهت هذه المشكلة أن الخلافات رجعوا إلى بندرديلم والعتوب رجعوا للخويت يعني نظرية أنه ألف وسبب مئة واحد ما هي بالضرورة صحيح ما هي بالضرورة صحيح الآن رجعنا إلى مشكلتنا الرئيسية عن تأسيس الكويت متى تأسست الكويت ألف وسبعمائة وثنين وخمسين تأكد أنه هذا التاريخ غير سليم وغير صحيح أسمح لي على الكلمة رغمها أقول فاسد بمعنى أنه فسد هذا التاريخ ألف وسبعمائة وثنين وخمسين من صباح الأول أنه هذا غير صحيح هجرت العتوب ألف وسبعمائة وستة عشر على حسب واردن أيضا غير صحيح الآن تضابرط اللي موجود الآن عندنا مشكلة هي مشكلة جميلة طبعا مشكلة في العلوم النظرية بالعكس هذا التنافس عند نظرية أخرى ظهرت تقول النظرية أن الكويت تأسست عام ألف وستمائة وثلاثة عشر تدعم هذه النظرية أو أول من قال بها طبعا عبد العزرشيد أشارها في كتابه لكن طورتها استاذ دكتورة ميمون الصباح استاذ تاريخ الكويت الحديث المعاصر بجامعة الكويت رئيس الجمعية التاريخية قالت أنه هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس الكويت وعلى فكرة ما ربطتها بالحكم بالهجرة وقالت نظريتي اسمعوها يعقوب غنيم نفسه قال بهذا التاريخ قال أيضا هذا التاريخ أنه هذا تأسيس الكويت مركز البحوث والدراسات الكويتية قالوا أن تأسيس الكويت 1613 الجمعية التاريخية الكويتية قالت أنه تاريخ الكويت 1613 ديوان الأميري شكل لجنة وقال أنه تاريخ الكويت يجب أن يبحث أنه هذا العام أنه التاريخ الأخرى فاسد أوكي شنو الأدلة طبعا الأدلة اللي أوردتها واحد مصدر أجنبي تتولى عائلة الشيخ الحالي حكم الكويت منذ حوالي خمسة أجيال أيضا من حوالي 250 سنة نعرف أن الجيل 30 سنة وليس 50 ولكن هو أحددها هو أحدد الجيل بـ 50 سنة وبيطرح 250 نرجع إلى نفس التاريخ ربما صدفة ربما ربما صدفة أوكي شيخ مبارك في وثيقة له الدولة العثمانية بتحديد حدوده قال الكويت أرض قفراء حددها نزلها نزلها جدنا صباح الأول عام 1022 يجي إلى الموافق 1613 أوكي هذه وثيقة ترجع الشيخ مبارك يوجد أيضا كتب كتب عربية مسجد آل خليفة إشارة محمد النبهاني في التحفة النبهانية والأهم هي مخطوطة الموطة المنسوخة في جزيرة فيلكة في عام 1682 والتي نسخها مساعد من سالم فلا بدون حالة في فيلكة فيها علماء ألفوا إنه فيها استقرار لذلك ألفوا أوكي طبعا 1613 1613 خلقتنا أنا أصف خلقتنا مشكلة أيضا أو إشكالية عندي ما يقارب من 1752 هو التاريخ الرسمي اللي أخذ أحمد مصطفى أبو حاكمه إلى 1613 عندي 139 سنة 139 سنة مفقودة من تاريخنا اللي عارف أن صباح الأول 1952 وين راحت 139 سنة وين موجودة يعني قبل غنيم حاول حل هذه المشكلة قال لأنه في صباح غير صباح الحالي وفي جابر غير جابر الأول وشل الأدلة ما عطانا أدلة للأسف يعني ما عطانا أدلة واضحة ولكن هذا أدى إلى إشكالية عندنا في تسلسل حكام الكويت إما أنه في حاكم يحكم الكويت قبل آل صباح أو أنه سلسلة آل صباح اللي متعارف عليها الآن موجودة فيها خلل عبد عزرشيد مثل ما قلت لكم لم يحكمها عن قوم عن القوم الذي أسسه يعني ما عندنا ولا دليل على أنه في أحد أسس الكويت غير آل صباح أول من بنا بيوت حجرية هم آل صباح إذن في مشكلة في تسلسل الحكام خلنا نشوف في مشكلة في تسلسل الحكام لأن أنا عندي 139 سنة مفقودة في هذا الأمر طيب في تسلسل الحكام نشوف وثيقة نيف هاوزن المقيم السيافي هولندي نيف هاوزن يقول شعب الكويت مستقلون عن شيخ الصحراء الذين يدفعون له مع ذلك مساهمة صغيرة يحكمهم عدة شيخ وجميعهم يعشون في انسجام النسبي الرئيس هو مبارك بن صباح مبارك بن صباح ياصد ولكن بما أن هذا الشخص فقير ولا يزال صغير فإن شخصا آخر يدعى محمد بن خليفة وهو غني ويملك عددا كبيرا من السفن ويتمتع بينهم باحترام فعلي ومماثل معناها أنه في حاكم 1752 اسمه مبارك بن صباح مو موجود عندنا في سلسلة اللي نعرف أنه سلسلة صباح عبدالله جابر صباح عبدالله محمد مو موجود عندنا مبارك مبارك اللي هو حاكم السابع الآن عندنا حاكم موجود في مصدر أدنبي هولندي كتبت هذه الوثيقة في عام 1700 مو موجود في سلسلة حكامها صباح 1700 1752 أو 56 هذه الوثيقة صار في خلاف عليها أنا أسف أنا أسف فأدى أنه عندنا أشكالية في تسلسلة من نهاية في نهاية الطرح يجب أن تعرفون أنه أنه 1752 انتهت غير صالحة لهذا الزمان أن التواريخ الثاني غير صالحة الآن اللي موجود على الساحة هو فقط تاريخ واحد اللي هو 1613 ربما ربما أنه الكثير غير مقتنعين بالأدلة ولكن استخدام أدلة ثبت خطأها هذا خطأ ويبقي في الأخير القول أن هذه التصورات المطروحة بكل ما فيها من تشابك وتعقيد وتداخل قبلنا بها أم لم نقبل هي المتاحة الذي شكل لنا جزءا مهمة من تاريخ الكويت وربما هذا هو روعة ومتعة البحث في العلوم النظرية أنها تبقى أنها تبقي النقاش والجدل مفتوحة للجميع فكلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب وجميعنا في النهاية نسعى للبحث عن الحقيقة وستظل الإشكالية مرشحة للمزيد من الجدل طالما اكتشف وثاق وقراءة جديدة تنفي أو تؤكد ما ذهبنا نحن وغيرنا شاكل لكم على حسن استماع والله تخبر شكرا 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 شكرا